في عصر السوشال ميديا هل النجومية مرتبطة بالأشعار؟ بالنسبة للشاعر الحقيقي المفروض لا ينظر للكم ينظر للنوع أو ينظر للمادة التي يقدمها وحتى المتابع المفروض لا ينظر لعدد المتابعين أو شاعر نجم أو غير نجم لأنه لا تعرض القيمة الحقيقية أنا كنت في برنامج شاعر المليون الموسم السادس كنت أحد شاعراء البرنامج النسخة التي فيها دعيت أن أكون من ضمن اللجنة الإعلامية للبرنامج فأطلعت على الأمور التي كانت خلف الكواليس التي لم تكن متاحة لأغلب الناس كان هناك نجوم في السوشال ميديا يقدمون على برنامج شاعر المليون حالا حال أي برنامج فلجنة شاعر المليون ومسهم بالخير كانوا يشوفون للنصوص من منظور أدبي ومن منظور نقدي بحت فأحد الشعراء كانوا يقولون له هذه النصوص لا ترقى أن تكون مقالة في جريدة فضلا أن تكون قصيدة تشارك فيها في برنامج مثل شاعر المليون عجيب ونفس القصيدة عرضها على الجمهور وصلت مليون متابع أو أكثر من مليون متابع فهذا يدل على أن الناس المفلوض تنظر للنوع أو الكم أكثر من الكيف جميعا